في الجزء بتاعنا نتعلم دلوقتي هنقرأ الموضوع مع بعض وزي ما تعودنا هقف فجأة وهسألكوا أسئلة واشوف انتم مركزين معايا ولا لأ يلا بينا نقرأ ونعرف عن التنمر هنعرف دلوقتي يعني ايه تنمر ودي حاجة حلوة ولا وحشة وازاي كمان نقدر ان احنا نتلاشا بمعنى تاني نبعد عنه يعني طيب قبل ما نبدأ عندنا كام عنوان فرعي تلاتة مظبوط برافو عليكم أول عنوان التنمر عبر شبكة الانترنت وكيفية تلاشية العنوان التاني سرقة الهوية عبر شبكة الانترنت والعنوان التالت اللي عندنا ما الذي يمكنك فعله لمواجهة المشكلات أثناء استخدام شبكة الانترنت التنمر عبر شبكة الانترنت وكيفية تلاشية ازاي نبعد عنه يعني؟ تعالوا نقرأ مع بعض التنمر هو تصرف أحد الأشخاص بطريقة سيئة تجاه شخص آخر وبشكل متكرر ويمكن للتنمر عبر شبكة الانترنت أن يتضمن منشورات بذيئة أو رسائل سيئة أو نصوص مؤذية ويمكن للمتنمر أن يشارك هذه المنشورات أو الرسائل أو النصوص معك وحدك أو مع آخرين أيضا ومن الصعب الهروب من هذا النوع من التنمر وهو ما قد يبعث في نفسك شعورا بأنك محاصر لذا احرص دائما على عدم التواصل مع أشخاص مجهولين بالنسبة إليك وأن تخبر ولي أمرك بأي موقف قد تتعرض له ليساعدك طيب إحنا عرفنا أول مشكلة شائعة عندنا على الانترنت شائعة يعني منتشرة يعني وهي التنمر أي حد بيحاول يدايقني برسائل مش كويسة زي ما احنا عرفنا ممكن نبعد عنه بأن احنا ما نضفش أصلا الشخص ده أو ما نضفش أي حد غريب عندنا على الحساب بتاعنا والنقطة دي احنا تنقشنا فيها في الدرسة قبل كده عرفنا أن احنا نضيف مين وما نضفش مين واتكلمنا أن احنا مش أي حد نضيفه على الصفحة بتاعتنا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن